أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 13,422 زجاجة خمر كانت مخبأة وسط شحنة قادمة من أحدى الدول الأسيوية عبر ميناء الشويخ وتعتبر أكبر ضبطية خمور مستوردة منذ بداية السنة وتفوق قيمتها المليون دينار كويتية وقالت الوزارة أن هذه الضبطية تمت بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وأعرب وزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف عن شكرهما وتقديرهما لرجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب الخمور وترويجها ترجمة نانسي قنقر